مجال التجارة الإلكترونية طورها كتير جدا دلوقت حسن تجربة العملاء إنه ممكن يشوف العميل إيه متطلباته ويحسن التجربة بيخفض التكاليف بيدي سرعة في الأداء الإنسان يخش على موقعه الإلكتروني يتسوق وهو قاعد في البيت وكل حاجة تتحول فيه طبعا أنظمة الدفع الإلكتروني طور أنظمة الدفع الإلكتروني والعملات الإلكترونية كل ده بسبق الزكاء للصناعي فطور مجالات التجارة الإلكترونية لتوقع أن تتحصل في خلال السنوات القادمة إصدار كبير وإرادات كتير جدا أنا برضو عايز أسأل حضرتك إحنا في مصر هنا فين من القصة دي وهل إحنا بس مطلقيين للتكنولوجيا الجديدة ولفكرة الزكاء الصناعي ولا إحنا ممكن يبقى لنا دور أنا بشوف دلوقتي الشباب الصغير زي ما قلت في المقدمة عندهم توجه وعندهم شغف ناحية أننا عايز أتعلم موضوع الزكاء الاصطناعي ده شايف حركة إحنا فين والفترة اللي جاي أخبار إيما مصر يعني هي بتتجه للزكاء الاصطناعي بطريقة في سنة 2021 عملت المجلس الوطني عفوا المجلس الوطني للزكاء الاصطناعي ودلوقتي فيه حوالي 10-12 كلية متخصصة في الزكاء الاصطناعي ويعني فيه مجالات كتير ممكن يساهم فيها الزكاء الاصطناعي في الطب في الهندسة في كل المجالات في الاقتصاد في الصناعة وخصوصا يعني يؤدي إلى نهضة ممكن يستخدم في نهضة حضرية من خلال أن أنا أستخدمه في الصناعة في الإنتاج تطوير الصناعة، تحسين الإنتاج، تحسين الجودة، تقليل خفض التكاليف كل ده مصر يعني متجه له في عاملة المجلس الوطني وعملة فيه قليات كتير في الزكاء الاصطناعي اتجاه للحاجة الحديثة للبرمجة بتشجع الشباب، بتشجع المؤتمرات في الزكاء، بتشجع الأبحاث فالفترة اللي جاية مصر يعني بتوجه للحاجات التكنولوجية الحديثة